وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل على توفير المناخ الملائم لإحراز المفاوضات والتنسيق مع المجموعات التفاوضية وأوضح الشكري أن ذلك يأتي بهدف الوصول إلى مخرجات توفقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية وتبعاتها مصر باعتبرها الدولة المضيفة ورئاسة المؤتمر تعمل على توفير المناخ الملائم لإجراء المفاوضات التنسيق مع المجموعات التفاوضية للوصول إلى نقطة التوافق فيما بينها رعاية المفاوضات والإشراف على الجهود المبزولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرجات تتوافقية تعمل ذلك بموضوعية وبحياد وتؤكد على الأطراف مسؤوليتهم تجاه مواطنيهم تجاه العالم تجاه الكوكب تجاه الأجيال القادمة بأنه هي قضية جوهرية قضية وجودية لا يمكن أن يتم التعامل الفعال معها إلا من خلال التعاون ومن خلال تفاهم لكل طرف لمحددات واحتياجات الطرف الآخر بشكل فيه عدل وفيه مسواه